اهلا بكم معكم جولوجي محمد رمزي وحلقة جديدة من السلسلة التعليمية البرنامج الكيو جاي اس في الحلقة اللي فاتت احنا بدأنا الشغل بتاع الروموت سينسينج واتكلمنا ازاي من نزل صورة الامر الصناعي ونزلنا صورة امر صناعي ودخلناها على البرنامج وعملنا ري اوردر للبندات بعد ما عملنا عملية المرج واتكلمنا عن البند كومبينيشن ووصلنا احنا بقى معنا فولتس color image اللي هي السبعة خمسة ثلاثة نقدر من خلال احنا نشوف الفرقات ما بين الصخور النهاردة بقى احنا عايزين نتكلم عن البند ريشيو البند ريشيو وان احنا ازاي نعمل عملية حسابية بالبندات عشان نوصل لطارجت معين زي مثلا المعادن زي ما احنا اتكلمنا فى الحلقة بتاعة شرح الروموت سينسينج لما قلنا ان احنا بنعمل بالبند ريشيو عملية حسابية احنا نقسم بند على نجمع بند زائد بند عشان نوصل فى الاخر لطارجت معين احنا احنا فى الحلقة دي المنطقة احنا اخترناها لو فاكرين لما كن من نزل الصورة من اخترنا المنطقة كان فيها حديد فاحنا النهاردة هنشوف هل هيقدر فعلا البند ريشيو للحديد يميز لنا طبقات الحديد اللي موجودة في المنطقة ولا لأ. وعشان افكركم تقريبا كانت هنا فهو في الجزء ده الحاجات الحامرة دي كلها النقط الحامرة دي كلها ده الحاجات دي دي كلها حديد الحديد نحيط اسوان فاحنا عايزين نجرب بقى هنعمل عمليات بند ريشيو هنشوف هل هو صورة الامر الصناعي لما تعمل لها العملية فات البند ريشيو هتميز المناطق دي ببرايتنس عالي زي ما تكلمنا في حلقة شرح للروموت سينسينج ولا مش هيحصل تغير ودي عشان نقرب الموضوع ان احنا طبعا من احنا قلنا برضو ان في عمليات كتير للبند ريشيو زي مثلا ادي حاجة بسيطة كده طبعا انت ممكن الابحاث كتير والناس اللي نشروا ابحاث علمية كتير عن الموضوع ده وهتلاقي في معادلات كتير وعملات حسابية كتير بالبند ريشيو لكن ابسطهم هو موضوع الحديد ان الحديد بيظهر في اللندسات لما بنقسم البند اربعة على البند اتنين فاحنا التارجد ان احنا عايزين نعملو ان احنا نجيب البند اربعة نقسمها على البند اتنين ونشوف هل هيحصل فيه تغيير ولا او هل هيتميزنا فعل المناطي اللي فيها الحديد ولا لا ونبدأ مع بعض طبعا زي ما هنتكلمنا ان احنا اول حاجة دي نحتاج نعملها في صورة الامر الصناعية لما نبدأ نشتغل خصوصا على البند ريشيو هي ان الصورة يتعمل لها الاميش كوريكشن او التصحيحات اللي بتعمل لصورة الامر الصناعي احنا كيف بنزلين الصورة بتاعتنا دي معناها ان هي معمول لها اساسيات الكون او البيزيكس كوريكشن معمولة لها لكن ممكن ما يكونش يتعمل لها الاتموسفيريك الاتموسفيريك كوريكشن فاحنا احتياطي هنشوف ازي نعمل باستخدام برنامج الكيو جاي اس عشان نعمل الكوريكشن هنحتاج ان احنا ننزل بلوجين من خلايا نقدر نعمل عملية الكوريكشن عشان ننزله هندخل على بلوجين زي ما احنا هكلمنا قبل كده. اي بلاجين بنحتاج ننزله بندخل عقائمة دي. بلاجين. اول ما يفتح هنروح لقول ونكتب اسم البلاجين اللي احنا عايزين ننزله. البلاجين احنا عايزينه اسمه سيمي. اهو اسمه سيمي اوتوماتيك كلاسفيكيشن بلاجين. هو ده البلاجين اللي احنا عايزين ننزله. طبعا عشان ما مستطبه فمكتوب عندي انستول بلاجين. انت هتلاقي عندك انستول بلاجين. هتضغط هنا. هيو ما تستطب لك البلاجين. او ما تستطب هيظهر لك البار ده. التول بار ده هيظهر عندك. هو ده البلاجين اللي احنا ايه هنستخدمه. تمام? هنضغط على الايكونة دي. هيفتح لنا القائمة بتاعة البلاجين دي. هنروح رايحين لبري بروسيسنج. اهو. وهننزل الامج كونفيرجن. او ما ندخل هيفتح لنا هتلاقي الويندو دي قدامك. اول حاجة بيقول لك. عايز يعرف المكان اللي جوال بندات اللي انت هتعمل لها كوريكشن. تمام? هروح دايس هنا. ايه ده هو الفولدر اللي جوالها سورة الامر السالة احنا بنستخدمها. وراح اقل له سلكت فولدر. الحاجة التانية بيقول لك سلكت ميتا داتا فايل. هو عايز كده ان اختار له ملف الميتا داتا. هروح فاتح. وراح رايح للفولدر اللي هو في الملف بتاع سورة الامر الصناعي. واختار الفايل اللي اخره ام تي ال. وراح اقل له اوبن. هو كده هو خد المكان اللي فيه البندات. وخد الميتا داتا فايل. لو بصناها لانه هو النزل اهو البندات هي. ادي البندات كلها نزلت اهو. وحدد ان الامر الصناعي اه والمستشعر اللي هو الاندسات تمانية. تمام? وقال لك اهو حتى ان بروسسينج ليبل اه ليبل تو. تمام? واخد البيانات بتاعت البندات كلها اهو. الخطوة اللي بعد كده ببساطة ان انا هروح اقول له ران. اروح دايس ران. هيجي يقول لي انت عايز تسيف الناتج فين? انا هعمل فولدر جديد. وسميه او كوريكشن او كوريكتت. واقول له نزللي الناتج في الفولدر ده. اقول له سيلكت فولدر. تمام? وانتظر ان هو يخلص. اه دي هو كده اخلص. وقال لي البروسس كومبيليتت. هقفر خلاص البلاجن ده. كده خلاص. انا كده اه عملت العملية بتاعت الكوريكشن. هروح بقى اجيب الصورة او الناتج بتاع عمليات الكوريكشن. هروح للفولدر. ادي الفولدر اهو اللي احنا اخترناه اسمه كوريكتت. لقيت جواه ظهرلي البندات اهي تاني. بس البندات دي بعد ما هو عمل لها العملية بتاعت الكوريكشن بتاعته. فانا هدخلهم من جديد. هاخد السبع بندات دول بس دول انا محتاجهم. وادخلهم جواه البرنامج. ادي هم دخل اهو. هحطهم في جروب لوحدهم. واسميه كوريكت. تمام? بقى هو كده اهي. دي الصورة. الصورة كوريكتت اهي. تمام? ودي الصورة اللي هي المالت سبكتران. ودي الصورة الاديمة بتاعتي خلاص انا مش محتاجها دلوقتي. انا كده ايه? شغل هيبقى على الصورة ايه? الكوريكتت دي. تمام? جوا الصورة الكوريكتت دي بقى. انا هحتاج البند الرابعة. والبند التانية. اهو. لو فتحنا. اللي هي البند رقم اربعة باربعة. والبند رقم اتنين. هي دي اللي انا هحتاج ان انا اعمل عليها عمليات ايه? الحساب ايه. بس اه بدل ما انا اشتغل على الصورة كلها. وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الصورة كلها صورة الامر الصناعي الكبيرة كلها فانا احتاج ان انا اقطع الجزء اللي انا هشتغل بيه بس دي ما قلنا يبقى الشغل اخف وتبقى اخف على الجهاز والعملية تبقى اسرع فانا عايز اعمل عملية كليب للمنطقة اللي انا هشتغل لها والمنطقة الدراسة بتاعتي فانا مسلا اختار المنطقة دي هيدي اللي انا عايز ايه اقطع عشان اعمل كده هروح رايح لراستر اكستراكشن كليب راستر باي اكستنت هاي ازهد للويندو دي اول حاجة بيقول لي الانبوت لير بتاعتك ايه اللير اللي انت عايز تقطعها انهي لير هفتح واختار اللير اتنين من الكوريكتت اللي هي هي باند اتنين اهي هيجي باكها بيقول لي كليب اكستنت بتاعك ايه اه انت عايز تقطع الجزء اللي انت عايز تقطعه هدوس على السهم ده هتطلع لي اختيارات كتير في منهم اختيار اسمه use current map canvas دي معنا ان هو هيقض الوضع اللي انا واقف عليه كده جوه منطقة الشغل بتاعتي مربع ده كده يعني او draw map on canvas ان هو هيخليك انت ايه ترسم انت مربع بنفسك فانا هقول له انا عايز المنطقة دي فاقول له use current map canvas تمام هو اخده اهو الاحداثيات اللي هو عايزة او الابعد اللي هو عايزها تمام اه بعد كده هختار المكان اللي انا اسايف في الصورة انا اسايف هنا باسم مسلا اتنين وقل له save تمام ما كده اقول له run هو اطاع لي الجزء اللي انا كنت محدده هو ده الجزء اللي انا واحد اللي انا عايزين نشتعليه منطقة الشغل اللي انا اللي احنا هنقارن فيها نتائج بتاعة هل الخام فيها هيظهر بشكل مميز ولا اه طبعا احنا كده كده عارفين المنطقة فيها خام والخام واضح قدامنا اهو احنا بس عايزين نجرب اه عزبتلكو هل العملية اه فعلا هتعمل تمييز لمناطق الحديد ولا اه وانتو بعد كده بقى لو انتو بتدا الشغل من الاول طبعا انتو بتتقق الشغل ده على انطق أوسع لك نحنا هنا بنجرب عشان بنتعلم الموضوع من الاول فاعا就是 نسبت الاول هل الموضوع بجيب نتيجة ولا لا انا كده محتاج ان انا اه قطع برضو البند ارباعر احنا وانا هنستخدم البند اربع على البند اتنين زي ما أعمل نفس الخطوات دي للبند أربعة Extraction Clip Raster أختار البند الرابعة Clip Extend فبدل بقى ما أنا أروح تاني أحدد المنطقة التانية أنا كاك اخترت صورة هو في اختار هنا بيقول لك calculate from layer يعني قطع زي layer موجود عندي فأنا أختار layer أنا أقطعها البيتنين clip هو هيعمل زيها بالظبط وأقول له save to file وسميها بأربعة clip وقول له save أنا كده خلاص أروح أقيل له run كده بقى معي صورتين أدي البي أربعة وأدي البي أتنين لو جينا زومنا بقى على المناطق الحديد هنبص كده يعني مفيش تمييز يعني بس الحديد باين غامق شوية اللون الأحمر يعني مفيش أي تمييز مفيش brightness عالي زي ما احنا مفروض زي ما فهمنا من remote sensing المناطق تبقى فيها brightness عالي هادي نشوف البند الرابعة برضو مفيش تمييز ما يعني مقدرش يحدد الأماكن تبقى بتاع الحديد مش واضحة مش مميزة فهنيجي بقى نشوف هل لو أسمنا البندين دول على بعض فعلا هيحصل الاختلاف ولا لأ عشان نعمل عملية البند ريش وأسم الاثنين على بعض هروح رايح على راستر واختار راستر كالكوليتر هنلاقي الويندو دي ظهرتلي لو بسيطت لقي الويندو عاملة زي الأل حسبة كده زائد ونقص وعلى عاملة يعني شبه الأل حسبة بالزبط فإحنا عايزين ودي المكان اللي هنعمل في العمال نكتب فيه العمال الحسابية احنا عايزينها فزي ما قلنا نحن البند ريش وهنجمع حاجة على حاجة هنطرح حاجة على حاجة فإحنا عايزين نقسم البند 4 على البند 2 فهروح للبند 4 هدي البند 4 هي دوبلكليك عليها تظهر لي هنا وراح إيه له على وراح رايح للبند 2 كده أنا بقوله البند 4 يقسم هالي على البند 2 تمام هروح فوق هيقول للأوتبوت لير بتاعتك ايه؟ هتسايفها فين؟ هاختر المكان اللي سايفها فيه هسميها IRN42 وهقول له save تمام؟ الاكستينت ده بيقول لك الأبعاد بتاعة الشغل بتاعك انت اقول له use selected layer يعني خليها زي الليرز اللي احنا مختارينها وكده خلاص انا مش عامل حياتين وراح اقل له ok هلاقي ان هو اه طلعلي صورة جديدة هي ممكن نشدها نخليها لوحدها فوق اهو ايه دي صورة جديدة ظهرتلي دي صورة البند اربعة هي دي صورة البند اتنين ايه دي صورة الجديد اللي هو الاربعة على اتنين ظهرها لها برضو ما فيش تمييز تمييز مش باين فاحنا محتاجين احنا نعمل لها فنقف عليها ونختار العلامة الخضر احنا قلنا عليها هنلاقي الصورة بقت بالمنظر ده شايفين في بقى فيه اماكن فيها برايتنس عالي واماكن فيها برايتنس قليل واماكن متوسطة تعالوا نشوف بقى نقارن هاني المنطقة اللي فيها برايتنس العالي دي هي فعن الاماكن اللي فيها الحديد ولا لا هنقفل دي كده ونفتح الاصلية هي مفتوعة نيجي نشوف مثلا هول مفتوض ان المكان ده لو شغينا صح هيبقى المكان ده برايتنس تعته ايه عالي نفتح شايفين اماكن تواجد الحديد شايفي برايتنس بقى عالي فيها ازاي ادري يميزلي ازاي برايتنس العالي بيميزلي اماكن الحديد تعالوا نشوف بقى الاماكن اهو مسلا المكان ده مسلا اهو تعالوا نشوف اهو شايف الاماكن اللي بقى اللي فيها توجدات لخام الحديد بقى تواجده برايتنس عالي. يعني المفروض ان الاماكن البرايتني دي كلها اهي كل دي. دي اماكن تواجدات لخام الحديد. ودي المنتج النهائي بتاعي اللي هو البندر بقى على اتنين بقى بالمنظر ده. في بقى خطوة رطيفة ممكن نعملها. في ناس ما بتحبش الجري سكيل او ما بتحبش ان اللون بتاع الصورة يبقى ابيض وسود. بيحب ان الصورة تبقى متلونة. فعشان نلون الصورة ممكن بسهولة نعمل الموضوع ده. نحن نروح للسيمبوليجي سواء احنا نفتح بروبيرتس سيمبوليجي. تمام? او ان احنا نفتح الفورشة لع الجنب دي. او ان احنا نعمل دابل كليك هنا كده. ايفتح لي السيمبوليجي برضو. عشان بقى اغير الجري سكيل بتاع الصورة. لو شفنا هلاقي في الرندر طيب فوق مكتوب سينجل باند جري. عشان نغيره. نفتح هنا كده. ونختار بدل سينجل باند جري. نختار سينجل باند سودو كالر. هيبقى بالمنظر ده. وهتلاقي هنا الالوان اللي هتزهرنا في الصورة. لو مش عجباك الالوان ممكن تغيرها من هنا. في كتير اهو. وفي اكتر من من توزيع الوان. لو عايز الوان مختلفة تانية تعمل كريت نيو كالر رام. وتختار آآ كاتالوج. وقول له اوكي. هيفتح لك الكاتالوج بتاع البرنامج تقدر تختار منه. اهو ادي الكاتالوج بتاع البرنامج. فيه طبعا اشكال كتير جدا. تختار الشكل اللي انت ايه? اللي انت عايزه. انا مسلا نختار الشكل اللي هو فيه الوان كتير. التيربو ده عادي. وهنا طبعا ده بيبين لك الالوان اللي هتكون موجودة في الصورة. طبعا انت لو مش عايز يبقى فيه الوان كتير او كده. ممكن تغير المود. تخليه. والكلاسيس دي هو عامل لها خمسة. دول الديفولت هوا هيبقوا خمس الوان دول بس. لو انت عايز تقللهم تقللهم. لو عايز تكتروا بتكترهم من هنا. احنا نسيبها خمسة زي ما هي. ونروح ايليله اوكي. قال ان هو راح ملولنا الصورة بالمنزر اهو. لو عايز تحسنها برضو. نعلم على الصورة. ونختار اهو الصورة هتبقى بالمنزر اه ده. لو جينا بقى بصينا على اه الصورة. اللي جند التاحه. اللي جند بيقولك ان الرفليكتانس الاعلى هو اللون المحمر. والاقل هو اللون المزرق. فبقى طبعا اماكن توجيهة الحديد تبقى اللون الايه المحمر. تعال نشوف هل الكلام ده صح او لا. هنقفل اهو. دي منطقة الحديد اهي. اهو. فبقى الحاجات المحمرة دي كلها. بقيت هي بتاع الحديد. كل الوان المحمرة دي. بقيت هي التارجد بتاع الحديد. والصورة بدل ما هي كانت صورة اه رمادية بقيت صورة ملونة بالمنزر ده. وده بقى المنتج بتاعك كصورة امر صناعي معمول عليها البند ريشو. تقدر بسهولة بقى تتعرف على اماكن التوجودات بسهولة. طبعا ده كده احنا عملنا العملية اه البند اربعة لبند اتنين. تقدر طبعا تقدر تجرب براحتك في عمليات كتير في اه الاربعة لاتنين في ستة على السبعة في ستة الخمسة في عمليات اصعب كل اللي انت مجرد هتعمله انت هتيجي في وتكتب تعمل المعادلة اللي موجود سواء تعمل بند ست على بند خمسة بند اربعة على بند اتنين حتى لو عايز تجمع وتطرح كل اللي هتعمل المعادلة هتعملها هنا هي اللي هتتم ايه اللي هتظهر لك بها صورة جديدة جواها الداتا اللي انت محتاجها. وهنوقف الحلقة بتاعتنا لحد هنا. ولو عندكم اي استفسارات طبعا زي ما كل مرة بس بلوكوا الاكاونت بتاع الفيس والاكاونت اللينكت اي استفسارات ابعتوها لي او اكتبوها لي في الكومنتات. لو اي حد عايز فيديو عن حاجة معينة ممكن برضو يكتب لي في الكومنتات. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. والموضوع بتاع روموت سنسنج بقى واضح كجزء نظري وكجزء عملي. ولو في اي ضفات حابين تضيفوها في الجزء الروموت سنسنج ممكن تسألوني. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. وتعملوا لايك وشير للفيديو. والى اللقاء القادم.